السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمة داكير على القناة داكير انجليش مصطلح مئتين وثلاثين كيفية نطق قلنا من يلقوها جي دائما انقروا يو هيو هيو هنا جوجن قاتل المد وهنا كين انتونيشن طلع يعني ستوط طلع هنا هاد اي تتعني ننقرأ اي مشي اي مي وهنا اي ايت Donc هذه النطق ديالها grammatical verb يعني تدل بشي واحد تسهينه تحس بالإهانة أو بالدل مثال they might feel offended يعني تحسوا براثهم يعني بأنهم تهانوا or humiliated ولا يعني تدلوا by your joke بواسطة أذك الضحك ديالك الضحكة ديالك هنا درنا المثال فح القصة يعني ديال تعلم لغة الإنجليزية عن طريق القصة والموضع الحقيقية إذا كلكت على playlist ستلقاها وكين يعني مضمون القصة تيقول بأنه إلا بغيت يضحك شي واحد لأنه المجتمع الأسيوي الصيني أو الياباني أو السنكبور أ vested whether they don't want anything to say that they could kill each other يعني ما تضحكو مش بالعكس تحسوا بالإهانة إذا إذا أarnishوا ذلك الضحك اللي لا تؤذيش الآخرين الضحك من أجل الضحك يعني بحل أن نقولو الضحك�리 تدير بحل مثربين ولا چارل وشابلين قاعدوا يعني ضحكوا الناس بالطريقة الحضارية يعني هي بالصمت ويمكن نضحك الناس بالحركة ديلك. دي اه نعود هو ببطء. دي مايت في الفاندد او اميلي ايدد باي يور جوك. سرعة اكثر ورفعوا الصوت دي دي مايت في الفاندد او اميلي ايدد باي يور جوك. دي مايت في الفاندد او اميلي ايدد باي يور جوك. دي مايت في الفاندد او اميلي ايدد باي يور جوك. دي مايت في الفاندد او اميلي ايدد باي يور جوك. باش ما عوتوا بزاف باش ما يعني البونسيشن ديكو ما تحسن بوحد شكل جدري وغت يبقى هد الميثل في الدين ديلكون باستعملوا ان شاء الله في المحدثات ديلكون بإن الله إلى أن نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته